غابة تقع في الشمال البولندي تشكل القلق الأكبر للرئيس الروسي فبغض النظر عن مخاوف موسكو المعلنة المتعلقة بانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي إلا أن الخطر الرئيسي بنسبة لها هي تلك الغابة المسيجة وهي جزء من تبريرها لتطويقها العسكري لأوكرانيا حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بين أشجار تلك الغابة تقبع منشأة عسكرية أمريكية شديدة الحساسية تقع بالقرب من قرية ريتزيكو على بعد حوالي 100 ميل فقط عن الأراضي الروسية وبالكاد تبعد 800 ميل من العاصمة موسكو تحتضن القاعدة نظاما يعرف باسم إيجيس أشور يحوي رادارات متطورة قادرة على تعقب الصواريخ المعادية وتوجيه صواريخ اعتراضية كما أنها مجهزة بقاذفات صواريخ تعرف باسم MK41S التي يخشى الروس من إمكانية إعادة استخدامها بسهولة لإطلاق صواريخ هجومية مثل تومهوك ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل القاعدة العسكرية الأمريكية هذا العام ما يزيد المخاوف الروسية فالرئيس الروسي بوتين يرى أنه يمكن استخدام هذه المنشأة بالإضافة إلى قاعدة أخرى في رومانيا لإسقاط الصواريخ الروسية أو حتى إطلاق صواريخ كروز هجومية على موسكو في المقابل تصير واشنطن على أن المنشأة ستساعدها في الدفاع عن أمنها وعن أوروبا ضد الصواريخ الباليستية وسط هذه المعضلة يرى مراقبون أن الأزمة الحالية أوسع بكثير من مسألة أوكرانيا فالأخيرة مجرد نقطة ضغط بينما يتعلق الأمر برمته أكثر ببولندا ورومانيا ودول البلطيق لسيما وأن الروس يعتقدون أن الوقت قد حان لمراجعة تسوية ما بعد الحرب الباردة في أوروبا لصالحهم إيلين يوسف العربية